مجد أنا شايف في الحديث عن مارسل رجاء والرجل كولر بيعجبني في أنه هو شفاف جدا في تصريحاته ومعندوش حاجة خبية فالكلام اللي قاله هو أنه بدأت أتعود أنا بشوف أن مارسل رجاء ده يا كابتن بداية دخول مارسل كولر بشكل حقيقي للأجوال الإفرقية الصعبة والأجوال الإفرقية المواققة لأن ده المارسل اللي إحنا استنينا نلعبه مثلا قدام سانداونز في بريتوريا وحصلت نتيجة كبيرة لأن كولر بادر للهجوم وكان فاكر القرى كلها فرق ينفع تلعب عليها لا أنا بشوف أن الرجاء أقوى هجوم في البطولة من ساعة ما بدأت لحد دول المجموعة مصدر مجموعة بسداشر بونت عندهم هدفوا البطولة حمزة خابة كل حاجة كانت تقول أنه على الأقل خالص أنت هتقبل في الزهب أو العودة اللي حصل للأهلي عمل كلين شيت في المطشين عمل حتى في المطش الأولين يا جيمي اللي كان فيه مبادرة هجومية في الشروط الأول برضو نجحت أنك ما تستقبلش أهداف اللي بقول لك عشان الشناوي طبعا الشناوي ده حرس مرمو نعمل إيه طيب نعمل إيه طيب في المدرن بالضبط يعني أنا هستحتاج الشناوي في الأوقات اللي زي دي ولا ما نصدش يعني لا بس أنا برضو عايز شي بدي الشناوي يا حمز لأنه كان لها برضو بعض الهجوم في الموسم ده كابتن الشناوي ضرب الجزاء صدى لها قدام الهلال كانت مؤثرة جدا في فرق الأهداف صحة 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 بعد كده في بطولة الدوري كان بيصدر أكلات جزائي لو كانت شال بتاعات الهلال دي يا كابتن كان 2-0 مش هتبقى كفاية في الوقت اللي كنا رجعين فيه كان 2-0 مش هتبقى كفاية بشوف إن الشناوي مقدم موسم حلوق أنا بشوف كده بغض النظر أن كل اللي عبا بتخطئ في الأوقات بس في الوقت اللي إتا فعلا بتحتاجه طبيعي لازم تلاقي محمد الشناوي حاجة الثانية اللي عايز أتكلم معنا برضو نقطة الترجي بعد الاستغلال كل ده المباريات من جماهير وبعد اللي حصل في المنشه ده لأن النص العقوبة اللي كانت موقعة ليه السنة اللي فاتتينه لو خلال سنتين حدثت نفس الأحداث وتعرض وتم تأجيل المباراة الوقت معين لازم يوقف لعدد معامل المباراة وغرام مليه وممكن يتني المباراة وخارج ملعبه فأنا يعني خلاص إحنا لدينا حق لازم مش 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 شرط أتكلم فيه بصفة النادي الأهلي ولكن اتحاد الكرة المصري في الوقت ده لازم يضمن حق كل الأندية بصفته الهيئة المخول لها التعامل مع لوائح الاتحاد الإفريقي بشكل مباشر في الوقت ده بنشوف الاتحاد المغربي على سبيل المثال بيضغط عشان عقوبة أي نادي مصر أي نادي تونس أي نادي جزائري وده بيبقى حق الاتحاد المغربي الصرف في الوقت ده مفيش مشاكل فيه مخصم للنادي الأهلي بيلعب في الوقت الفلاني احنا عايزين نعرف وضعية وهل تم النظر في عقوباته وكيف النهار ده اجتمع واعلن انه بدأ النظر في عقوبات مغلظة للتراجي بشأن أحداث مباراة شعبت القبال اللي اتأخرت 40 دقيقة عن البداية وده كرر قدام الأهلي والشابيب اشتكى وعايز إعادة المدش وعشان جاهم فكل اللي احنا طلبينه ان لا يتم الافتئات على هذه العقوبات لان من حقنا زي ما تعرضنا للعقوبة في مدش حراك ونكري وحرمنا من جماهيرنا وتلعبنا بتمثيل محدود في بعض الأحيان بقرارات من كاف نسيبك من القرارات الدولة اللي احنا بنحترمها تماما بس كاف أحيانا حجم حضورنا الجماهيري لأسباب لي علاقة بعقوبات صدرة وقالوا انهما مخالفات اللوايا فدي النقطة اللي انا بتكلم انه لازم نستغلها في مدش التراجي لأقصى درجة ولانا متأكد منه ان التراجي بقى يدخل في حاجز نفسي مش قليل من النادي الأهل يعني انا بشوف ان احنا خلاص تخطينا نقطة ان احنا نلعب خارج أرضنا مع التراجي لان غالبا في رادس بنحق نتائق إيجابية فانا شايف ان كولر بكل الحاجات دي بدخول وماش الرجاء بالجيمة الدفاع الممتاز اللي لعبه رغم غياب عمر السلية اللي هو يعني رابع اضلع خطه الوسط الاساسيين اذا كنا بنعتبر دي حمدي فتح ديان جماروان عطيه عمر السلية فعمر السلية ضلع النربع اضلع رغم غيابه احنا لابدنا ماش تدفاع ممتاز جدا عرفنا نغطي على أقوى فريقه هجوميا في البطولة بالأرقام مش كلام علشان ما يتقلش الاهل اللعب الاهل بنشي المصار الأصعب الاهل اللعب أول مجموعته الاهل اللعب الفريق الأكثر إحرازا للأهداف الاهل اللعب أكثر فريق إحرازا للنقاط هذه المجموعة وطلع بمشين كلين شيت فده من الحاجات اللي ما تخليش بس حد ايه يقلل من إنجازات النادى الاهلي احنا بنوصل احنا اكتر فيه وصل للنهاية اكتر فريق وصل لنص النهاية وإحنا في المحطة للمفروض من البداية كلهم هيئ نفسه من الاهلي موجود في الحتة دي فمحدش يعني يقلل من إنجاز النادى الاهلي وفي نفس الوقت احنا مش هنرضى برضو بقى أقل من الوصول للمباراة النهاية